اشتركوا في القناة جميع بلدنا وأمتنا بالخير واليمن والبركة في هذه الجلسة وهذه المداخلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بعض الأجواء التي نعيشها في رمضان خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الذي بغتنا هذه السنة وسط أجواء شهر رمضان تلك الأجواء التي كنا نعيشها مع صلاة التراويح ومع أجواء المساجد ومع أجواء العبادات التي كنا نقوم بها ومنها ما هو داخل البيت ومنها ما هو خارج البيت أما في هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر به ونسأل الله تعالى أن يرفعه هناء وأن يرفع البلاء عن أمتنا وعن جميع أهل الأرض فالسؤال المطروح كيف ينبغي للمسلم أن يستثمر وقته في رمضان في ظل هذا الحجر الصحي أولا نقف وقفة قصيرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اعتبر الوقت نعمة اعتبر وقت الفراغ نعمة عظيمة واعتبر الصحة نعمة عظيمة فهذه الصحة ما دامت نعمة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها والمحافظة عليها يعني مسؤولية مسؤولية كل إنسان مسؤول عن صحته مسؤول عن بدني أن يحافظ على هذا البدن هذه النعمة التي أعطاك الله ينبغي أن تحافظ عليه أن تحافظ على هذا البدن أن لا تؤدي به إلى المحظورات وأن لا تؤدي به إلى الممنوعات وأن لا تؤدي به إلى الأخطار لذلك هذا الحجر هو أفضل وسيلة للحفاظ على هذا البدن والحفاظ على هذا الجسم ثم بعد ذلك الحفاظ على هذا الجسم بالطاعات بالعبادات بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ثم الفراغ نعمة كذلك النبي صاصم اعتبره نعمة نعمة لمن؟ نعمة لمن يستغله في الخير لأن الفراغ سيف ذو حدين إما أن تستغله في الخير وإما أن تستغله في الشر إما أن تستثمره وتملأه بما ينفعك في الدنيا وما ينفعك في الآخرة وإما أن تضيعه في اللهو والغفلة وغير ذلك من الأمور التي تضيع الوقت والحقيقة أن الإنسان لا يعرف قيمة الوقت كثير من الناس من الأحرى لا يعرفون قيمة الوقت فتمضي عليهم الأيام والساعات يعني بدون فائدة لا يجنون فائدة في أمورهم الدنيوية يعني يستفيدون منها ولا يجنون فائدة في أمورهم الأخروية التي تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك رمضان ينبغي استثماره لأنه شهر عبادة شهر مغفرة شهر رحمة الله عز وجل أهدى لنا هذه الهدية وخص بها هذه الأمة أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام من خصائصها هذا الشهر العظيم لأن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة ولكن الله تعالى اختار لهذه الأمة شهر رمضان شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي قال فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فينبغي إذا لاحظنا هذا الربط الربط بين رمضان والقرآن في هذه الآية ينبغي أن يكون معظم معظم وقتنا في هذا الشهر مع القرآن أن يكون معظم الوقت مع القرآن مع كتاب الله تلاوة مدارسة تعلما يعني تصلي به تقوم به الليل تصلي به التراويح وتقرأه وتحاول أن تختم يعني ما تيسر من الختامات في هذا الشهر لكي تتزود ويتقوى إيمانك في هذا الشهر فإذا كنت يعني في الظروف العادية يعني بعد أن تصلي المغرب وتفطر تخرج لصلاة التراويح ثم بعد ذلك تقوم بجولة يعني في حيك أو في مدينتك أو زيارة أقاربك أو زيارة أصدقائك أو غيرها من الأعمال هذا الأمر ليس متاحا الآن فاستثمر هذا الوقت داخل البيت أنت يعني تعيش سعادة داخل بيتك مع القرآن الكريم يعني تملأ الفراغ فليكن عندك برنامج إذا كنت يعني تجعل برنامجا لهذا الشهر ستستفيد منه لا يشك أنك ستستفيد منه برنامج يكون لقراءات نافعة برنامج يكون لقراءة القرآن برنامج يكون لقراءة كتب برنامج يكون فيه يعني مطالعة برنامج يكون فيه يعني نظر إلى بعض الأمور التي تنفعك في دينك في إيمانك في ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى برنامج تكون في صلاة الطراوح داخل البيت نعم العلماء الحمد لله تكلموا في هذا أن الإنسان يصلي مع زوجته ومع أولاده يعني أمهم الأب إذا كان معه طفل يعني يكون معه بجانبه وإذا كان معه طفلان يكونان خلفه وتكون الزوجة والبنات خلفهم يعني تلاتة صفوف هكذا ويصلي بهم ويجزل الطفل يعني المميز يعني عشر سنوات أو اثناشر سنة إذا كان يحفظ القرآن كذلك أن يصلي في النافلة يعني في النافلة أجازه بعض العلماء كذلك يعني نحاول أن نقرأ وإذا كنا لا نحفظ يجوز أن نقرأ مثلا من المصحف أو نقرأ يعني من الهاتف يعني لكي نستثمر هذا الوقت وهذا الجو الذي يعني لم نستطع أن نجسده خارج البيت أن نجسده داخل البيت القضية معاشر الأحبة الكرام البررة هو أن نعلم أن هذا الوقت نعمة وغنيمة ينبغي استثمارها وينبغي عدم تضيعها لأن الله تعالى قال لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أي لكي تتقوا وتتربوا وتستثمروا هذا الشهر وهذا الصيام في تقوى الله في خوف الله فيما يربطكم بالله فيما يجعلكم تزدادون إيمانا وتزدادون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فكل الأعمال التي تعملها في الأيام العادية يمكنك الآن أن تعملها أن ترسل مالا أن ترسل صدقة إلى المحتاجين يعني الصدقة أن تصل الرحم عبر الهاتف عبر وسائل التواصل الآن الحمد لله الآن هناك اتصالات مباشرة يعني ترى أقربائك ويرونك ويشاهدونك بمعنى أن جميع الأمور التي كنت تعملها في الأيام العادية لها بديل ولها يعني ما يوازيها ويعني ما تقوم مقامها في ظل هذه الأجواء المهم هو أن يكون للإنسان برنامج يستطمره ويستغله كي يستفيد من رمضان ولا ينقضي رمضان إلا وقد استفدت فائدة عظيمة تربطك بالله سبحانه وتعالى ويكون هذا الشهر شهر غنيمة وشهر بر وشهر رحمة وشهر عتق من النار أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين لاستثمار هذا الشهر فيما يرضيك اللهم اجعل دخول هذا الشهر دخول يمن وبركة وزيادة في الخير وزيادة في الرزق وزيادة في الطاعة وزيادة في الإيمان واجعله يا أرحم الراحمين بركة علينا وعلى جميع أمتنا واجعله يا أرحم الراحمين سبباً لذهاب هذا البلاء ولذهاب هذه الغمة عن جميع الأمة وعن جميع أهل الأرض نسأل الله تعالى أن يحفظنا في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أموالنا وفي ذريتنا وفي مجتمعاتنا وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأتوجه بالشكر إلى هذا الموقع الطيب على هذه الاستضافة وبارك الله فيكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قبل ما تخجموا تنسى واشتابنوا في الشيطان يوتيوب وتتبارتاجوا الفيديو ومسحبكم ومواقع التواصل الشيماعي ما تنسى واشتديروا جهب واتضغطوا لجرس بشي وصلكم جديد